نظام الأحوال الشخصية يعني اليوم سمو الأمير قال المدون القضاية هذه ما تناسب لماذا رفضت الملزمة القضاية واعتمدت الأنظمة الأربعة بما فيه النظام الأحوال طيب الأنظمة ما تكن تخترع العجلة العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر نحن دورنا أن كل القوانين تسنف الملكة العربية السعودية تترجم واحد أنها لا تخالف القرآن والسنة القرآن اللي هو دستورنا لا تخالف مصالحنا وتعزز مصالحنا تحافظ على أمن المواطن وتحافظ على مصالح المواطن وتساعد في تنمية وازدهار الوطن فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعرف عليه دوليا إذا أنت تبغى سايح يجيك تستهدف مئة مليون سايح ليخلق ثلاثة مليون وظيفة وتقول لنا عندي حاجة جديدة اخترعتها غير القوانين والآلية المتعرف فيها لن يأتيك إذا أنت تبغى الضعف مثل ما ضعفنا استثمارات لجنبية من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال وتقول لك تعالي استثمار عندي لكن أنا عندي اخترع جديد لا محاميه يعرف وش الإجراءات التي نتعاملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمار فيها مبالغ ضخمة يقول لك بلا هل استثمار في هذه الدولة لماذا تستقطب عقول وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول لنا عندي اختراع جديد لطريقة العمل قوانين وسن القوانين لن يأتيك أي أحد فأنت تملك القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك القرآن وبناء على مصالحك وبناء على مستهدفاتك وبناء على حفظ أمن ومصالح المواطن ودفع بتنمية وازدهار الوضع ترجمة نانسي قنقر